يعني بشكل عام نحن نقف هنا في منطقة معبر الراموسة الذي كان من المقرر خروج دفعات المسلحين من الأحياء الشرقية باتجاه ريف إدلب أو ريف الغربي لحلب يعني كان هناك معلومات قبل قليل تتحدث في الشق الخاص باتفاقية الاستسلام للمجموعات المسلحة عن موضوع ربط الاتفاقية بالتزامن خروج أهالي وكفرية والفوعة وأيضا بالتزامن مع ذلك خروج جرحى ويعني ذوي الاحتياجات الخاصة من بلدة مضايا والزبداني في ريف دمشق بعد إخراجهم إلى المناطق الآمنة تحت سيطرة الدولة سيتم بالتزامن مع ذلك إخراج الدفعات الأخيرة من مسلحي الأحياء الشرقية وعوائلهم باتجاه المنطقة الآن تصل إحدى السيارات التابعة للهلال الأحمر العربي السوري إلى هذه المنطقة لا نعلم إن كان خلال الساعات القادمة يعني بعد خروج كما قلت لك الأهالي من كفرية والفوعة وأيضا مضايا والزبداني سيتم على الفور إخراج المسلحين وعائلاتهم من هذه المنطقة في الأحياء الشرقية من حلب العدد الذي تبقى داخل الأحياء الشرقية هو بحدود الخمسة آلاف شخص ربيع كنت أريد أن أسألك عن المستوى التفاؤل اليوم في الشارع الحلبي بعد هذه الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري والتي حققها في الأحياء الشرقية من حلب يعني اليوم منذ السابعة صباحا رصدنا عبر صفحة الإخبارية فيسبوك مباشر آراء الشارع الحلبي وأيضا كنا بجولة وثقناها بالصوت والصورة عبر صفحة الإخبارية لشوارع حلب اليوم شوارع حلب تعيش حياة آمنة تماما بعد وقف إطلاق النار والقذائف إلى الأحياء الآمنة تحت سيطرة الدولة السورية هناك تفاؤل كبير من الحلبيين يعني كان هناك مباركات بالنصر هم يباركون لأنفسهم بهذا النصر المؤذر على أيدي الجيش العربي السوري تجولنا في عدد كبير من الأحياء وخاصة الأحياء التي كانت تستهدف دائما بقذائف الهاون وصواريخ لقراد من قبل المجموعات المسلحة الحياة طبيعية جدا هناك ازلحام غير مسبوك في شوارع حلب تعرف فرائف يعني خلال الأسبوعين الأخيرين أو قبلهم أثناء العمليات العسكرية وأيضا الهجمات الإرهابية كان هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى من المدنيين وقذائف الهاون كانت تتساقط على موظم الأحياء يعني تنفس الحلبيون اليوم السعداء بعد هذا الانتصار واتفاقية استسلام المجموعات المسلحة وبدأ رحيلها إلى الريف الغربي من حلب هناك حركة طبيعية هناك أجزاء يعني قبل قليل كنت قد رصدت بعض المحالة التجارية التي عاودت العمل في منطقة صلاح الدين خاصة عند خط التماس مع المجموعات المسلحة يعني هي تبعد بحدود المائة متر اليوم تشجع المواطنون الحلبيون للعودة إلى مناطق خط التماس لفتح معاملهم وورشاتهم وأنت تعلم يعني حلب مدينة صناعية تعرضت للدمار الشديد لكن إرادة الحلبيين التي رصدناها منذ الصباح يعني تدلل على مفتاح صمودهم وهو العودة فورا لعملهم لمزاولة العمل وأيضا افتتاح الورشات من جديد مدينة الشيخ نجار أيضا في الشمال الشرقي من حلب عاودت عملها ونشاطها الاقتصادي من جديد يعني كنت التقيت قبل قليل أيضا في البث المباشر مع عدد من جنود الجيش العربي السوري الذين صمدوا خلال الأسما كانوا يتحدثون عن أن أبناء حلب هؤلاء الذين يعني دخلوا مع الجيش العربي السوري محررين لأهالهم في الأحياء الشرقية يعني بشكل عام مشاعر النصر هنا كبيرة جدا الحلبيون الآن على موعد يعني انتظار الساعات المقبلة أو الأيام المقبلة ليكتمل هذا النصر بتحرير ما تبقى من الأحياء الشرقية الخاضعة للتنظيمات المسلحة ومن ثم إعلان النصر على الطريقة الحلبية كما خرجوا منذ أسبوع أثناء تقدم الجيش لمباركتهم هذا الانتصار خرجوا بالألاف إلى الشوارع قد تشهد حلب يعني خلال الساعات القادمة أيضا خروج المسيرات العفوية والسيارات للاحتفال بالنصر في حلب الشهبة نعم ربيع إذن بكل الأحوال سوف نكون معك خلال هذه التغطية المستمرة عبر هواء الإخبارية السورية في أي جديد قد يرد إليك شكرا جزيلا